يا مساء الجمال على عيونكم معاكم النهاردة فاطمة بعلي والنهاردة هنعمل مع بعض ايس كوفي طحفة ودعا ان احنا نشربه برا هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة جدا وبصوا الجمال متلك بقوا في قطع تلك وممكن نعمل مكعبات من اللبن كمان يلا مع بعض نشوف الطريقة باسهل حاجة ممكن نعملها في الحياة معلقة كبيرة من القهوة سرعات الزوبان اللي هي اي ناس كافيه وهنضيف عليه معلقة كبيرة من السكر او حسب كمية التحلية اللي انت بتحبيها هنضيف القهوة وهضيف معلقة صغيرة من الحليب البارد او المية المسلجة وهتي بقى مضربك الحلو واضرابي ما عنديكيش مضرب حطي كل المكونات دي في ازازة وغطيها كويس جدا ورجي فيها حلوة قوي لحد ما تعملك الفوم الجميل ده طريقة سهلة وبسيطة وهتعملي كمية كبيرة جدا لو عايز الفوم قليل كده هنعمله بالشكل ده هنعمله بالشكل ده لو هنعمل بقى كمية كبيرة هنضيف بقى معلقتين كبار من القهوة سرعات الزوبان اي ناس كافيه سادة عندك اي نوع تفضلي ومع برضو كمية السكر اللي تحبيها وبردو معلقتين من اللبن المسلج او المية المسلجة ممكن نستخدم اي مية عادية كمان واضرابي بقى كده لحد ما هنعمل كمية كبيرة جدا ممكن نحطها في علبة ونحطها في الفريزر وكل ما نحب نشرب اي سكوفي ناخد معلقة كبيرة ونضيف عليها الحليب بصوا بقى كريمي بصوا عامل ازاي عامل زي الكريم شنطي بصوا بقى يعني تحفة جدا وموفر جدا الكمية دي ممكن تعمليها في علبة وتخليها في الفريزر انا هنا ما بحبش يبقى فيه فوم كتير عملت لي جزء وللولاد جزء تاني حطي بقى كده معلقة كبيرة من الفوم ده وابدأي دي في مكعبات التلك او ممكن نعمل مكعبات من الحليب التلك بقى كده مع اللبن البارد بيبقى طعمه طحفة دي في كم مكعب من التلك ونبتدي بقى نزود الحليب البارد بصوا بقى الجمال كباية كده يعني تعمل دماغ شايفين ممكن بقى نقلبها تاخد نفس اللون او نخليها مكس وممكن نحط عليها قرامل او نرش شوية من القهوة سريعة الزوابان اللي هي نسكافيه يعني الموضوع اختياري ممكن كمان نضيف كاكاو اللي انتو عايزينه في ثواني عملنا احلى مشروب طحفة حاجة كده ترتب علينا في الصيف لو احنا عايزين نشرابه صخت هنضيف الحليب ساخن ومشان نضيف مكعبات من التلك يا رب الوصفة تكون عجبتكم وان شاء الله نتقابل في وصفة جديدة والسلام عليكم